سرنا أن نلتقي مع الدكتور ميثم خاجة رئيس قسم علوم علم الأدوية والعلاجيات في كلية الصيدلة جامعة الكويت ورح يكون الحديث عن آخر أخبار وتطورات اللقاحات المضادة لفايروس كوفيد نايتين مساء الله بالخير ستادي مساء النور مشكورين على استضافة حياك الله يا دكتور وفي ظلها الجائحة أيضا أنت حضرتك وأخوانك امتداد للجيش الأبيض في المواجهة فنقول قواكم الله وأجركم عند رب العالمين أولا وأخيرا دكتور يمكن بات البعض يعرف مفهوم الاشتراطات الصحية الاشتراطات الصحية لكن لا يفتوى ماليكم في المدينة شنو الاشتراطات الصحية؟ انبسطها للسادة مشاهدي طبعا الاشتراطات الصحية نحن قاعد ننادي فيها من بداية الجائحة وهي الحل الوحيد إلى الآن وإن شاء الله بوجود اللقاح هو رح يكون الحل المساعد للاشتراطات الصحية لوقف الجائحة أو السيطرة عليها طبعا الفيروس هو ينتغل من خلال الرذاذ فأغلب الناس كمنظمة الصحية العالمية والدراسات تقول أن تحط مسافة التباعد الجسدي مقدارها بما لا يقل عن متر ونص إلى مترين ويكون فيه لبس الكمام طبعا الكمام مع التباعد ويكون فيه لا يكون فيه تباعد يعني ضروري التباعد طبعا أن يكون المكان تهوية بالمكان تكون جيدة أساس لا يكون فيه وجود الفيروس أو الرذاذ في بعض الدراسات تقول حتى الرذاذ البسيط ممكن يكون معلق بالهوى فترة تمتد إلى مثلا ساعات فيكون التهوية لبس الكمام والتباعد الجسدي وأن الشخص يكون على يعني بينا إذا فيه أي أعراض رشح أعراض في الونزة يحاول يعزل نفسه ويعمل مساء أساس لأفراد العائلة اللي ينصابون بالفيروس دكتور عدد الحالات بالكويت ما بين صعود ونزول الحالات المصابة بالفيروس شنو هي الأسباب اللي قاعد تخليها تشي مرة صاعدة ومرة نازلة طبعا هي حالة حال كل دول العالم وهو الثقافة المجتمعية هي اللي تصاعد المنحنة وتنزل طبعا إحنا بداية الوباء يعني خنقول بعد شهر رمضان شهر تسعة عشرة كان فيه زيادة ملحوظة وكان السبب أنه كان فيه تجمعات بذاك الوقت لها طابع سياسي أو طابع ديني وكان فيه تجمعات العيد عيد رمضان مع أنه كان فيه حضر كلي ولكن كان فيه تجمعات عن بعض الناس وبعدها الزيادة صارت يعني كان فيه طفرة بالحالات كنا نوصل بمعدل ألف حالة باليوم وفيات من 11 عشر حالات طبعا مع التوعية ومع أنه يكون فيه مثلا إحنا فتحنا على المرحلة الرابعة يعني فيه بعض المجمعات تقول أنت ما ديش إلا بكمام فيه أماكن معينة ما تروح إلا لمن تأخذ بار كود تدشب وقت معين فيه تقنين حق عدد الناس الموجودة وكان فيه التزام أكثر بالإشتراضات الصحية والوعي المجتمعي وطبعا فيه ناس فقدت أحبتها خلال الجائحة فيمكن هذا الشيء خلهم حريصين أكثر ممكن بالبداية كنا نقول هذا فيروس حالة حالة في الونزا الواحد ينصاب يوم يومين ويصير زين بس يعني هذا فيروس يديد قامت الناس تعرف بعض مخاطر طبعا ما ننخرع الناس أن نسبة التفاقم المرضية بنهاية عند الحالات اللي فيهم يعني أمراض مزمنة وكبار بالعمر ولكن الناس بدأت تفهم الفيروس أكثر فقامت يمكن تلتزم أكثر طبعا نحن نتمنى بعد اللي صار نبارك حق اللي فازوا بالانتخابات طبعا كان فيه نوع من يعني خلل في أحد الاشتراطات فيعني إن شاء الله هذا ما يأثر علينا سلبا إن شاء الله علينا يعني صار لنا الحين تقريبا عشرين يوم الحالات أقل من خمسمية الحمدل ومعدل الإصابات بنسبة حق المسحة نتكلم على اثنين ونصف أربع بالمية وهذه نسبة ممتازة نحن كنا نتكلم على خمسة وعشرين ثلاثة وعشرين بالمية فترة رمضان فنزولها إلى هذا الحد هذا جدا جيد طيب دكتور هل إيجابي هذه بأخذها وبربطها بالسؤال القادم هناك أيضا قبل ظهور اللقاح فيه إن شاء الله بعد الاتزام سنقول ثقافة المجتمع الاتزام بالاستراطة أن ينزل إلى يغازل الصفر إن شاء الله في المرحلة القادمة حتى يأتي اللقاح وشنو آخر أخبار اللقاحات الجنسية الفلانية يسوي ما يسوي أنا بأخذ التطعيم أو اللقاح وما بأخذه تفضلي دكتور عطني وقت شوي تفضل اللقاح نحن نتكلم عن طريقة فعالة لوقف أمراض وأوبئة بكتيرية وفيروسية أمراض حتى الحين فيه لبحاث على مرض الصراطان لقاحات ضد الصراطان نحن نتكلم عن سنة 1500-1600 يعني وايد من الأمراض كانت تهدد البشرية بالانقراض اختفت بهالوقت لأنه كان فيه عندنا لقاحات فعالة ضدها مثل النكاف الجدري الحصبة الألمانية فهذا اللقاح هو جزء أساسي من علاجات سابقة أغلب التقنيات المستخدمة باللقاح نحن نتكلم عن من 1500 كان فيه بعض التقنيات المستخدمة حق اللقاحات ونحن الحين فترة نتكلم عن 2020 تطور الذي صار بالطب يعطيني يد عليا كعب أعلى أن نكون مطمئنين من اللي قاعد يصير من الدراسات على اللقاحات الحالية طبعا فيه لقاحات الناس تقول هي خذت فترة كصيرة يعني خذت سنة أقل من سنة يمكن إحنا ممطمنيين لأن الفترة اللي طلع فيها اللقاح كانت فترة كصيرة طبعا فيه لقاحات مثل اللقاح النكاف طلعت ب 1600-1500 1960-1950 خلال أربع سنوات وفيه بعض اللقاحات مثل شل الأطفال خذت سبع سنوات فإحنا إذا نقول خلال 1960-1950 طورنا إحنا طورنا حين 2020 لابد أن السرعة يكون فيها لازم يكون سرعة وبس مع السرعة ترى المراحل اللي مرت عليه اللقاح هاتب وضن الحالي بالجائحة الاشتراطات اللي كانت لازم تصير بأي لقاح قديم قاعد تصير بها اللقاح المرحلة الأولى والثانية والثالثة وإحنا هنا قاعد نتكلم عن تكاتف أممي مجتمعي العالم كله لأن هذه جائحة غير هذا أنت عندك عدد إصابات مهول كل يوم فعدد الناس المتطوعين حق اللقاح بيكون أكثر يعني هذا لما يكون عندي مرض النكاف يمكن ما يصيب كميات كبيرة من الناس أو مكان معين فأنا ما عندي عدد كافي للمتطوعين دكتور عشان كن ضربك يعني استعدامك النكاف يعني نشرح شنو النكاف هو الممس مرض فيروسي يعني اللقاح هو كان الطريقة الأساسية اللي يوقفه حال حال التطعيمات تلقاعد تنوخذ حق الأطفال الصغار طيب خلنا نربط النكاف هو مسبب فيروسي وحنا حديثنا عن الفيروس نفسه امتداداً لها اللقاحات الجديدة طبعاً اللقاحات نحن قاعد نتكلم إيه قاعدة تعالج بما لا يقل عن 58 فيروس وبكتيريا يعني كبدي وضائي نكاف جدري حصبة حصبة ألمانيا وعد وخربط فإحنا عندنا خبرة باللقاحات حق فيروسات مختلفة على مرس سنين نحن نتكلم عن 1950 1950-1940 هذه التطور طبعاً هي من قبل من أيام الهنود والصينيين من ألف سنة ألف ألف وأمية صحيح صحيح فإحنا وخلنا نحط بعيننا الاعتبار أن المراحل الأخيرة حق الثلاث لقاحات الواعدة الحين نتكلم عن اللقاح فايزر الأمريكي مع شركة بايونتك الألمانية وعندنا اللقاح موديرن الأمريكي وعندنا اللقاح جامعة أكسفورد مع أسترازينكا لما تقول لي هذا اللقاح أمريكي هذا اللقاح صيني هذا اللقاح هي بس مجرد الشركة ولكن هذا اللقاح سواء كان صيني أو روسي أو ألماني تم التجربته على ناس من مختلف الأعراق ناس من القوقاز ناس من بشرة السودة الكبار بالسن أعمارهم متوسطة وقال نتكلم على عدد بما لا يقل على 43 ألف بس بالمرحلة الأخيرة وكان فيه عدد متطوعين بالمرحلة الثانية والمرحلة الأولى فعدد الناس اللي اختبر عليهم اللقاح عدد مطمئن صح غير هذا فيه ناس منهم توقع لقاح اللقاح اللي هو الفايزر 19 ألف من المتطوعين كانوا يتشيكون على أعراضهم الجانبية خلال أتوقع شهرين بعد آخر جرعة لقاح أكسفورد من شهر أربعة هم قاعد يشوفون إذا فيه أي أعراض جانبية نسبة الأعراض الجانبية إلى حد الآن نتكلم على 2% عبارة عن صداق خمول اللي هي أعراض اللنفلونزة فأنا جسم المناعقة يكون أسام مضادة صحيح عشان يقاوم المرض النسبة يعني كنسبة وفيات بهاللقاحات الحالية مش موجودة إذا نتكلم عن لقاحات سابقة يعني أنا قلت لقاح اللنفلونزة موسمية كل سنة الناس تأخذ لقاح اللنفلونزة أغلب الدراسات تقول خنقول عدد الوفيات من اللقاح لأن تكون فيه مثلا حساسية مفرطة من اللقاح عالميا نسبة فاصلة 2% وهي نسبة قد لا تذكر وهذا تكون بالناس اللي تكون يكون عندهم مشاكل بالجهاز المناعي أو حساسية مفرطة دكتور نتكلم عن بعض الأخبار المغلوطة عن اللقاحات فاشرح لنا شنو اللي قاعد يصير هالأخبار يعني واحد ناس قاعد تتكلم تقول أن اللقاح يغير من تركيبة الجينية أي وقاعد يحطون مقاطع طريفة شيء إن الإنسان يتغير شكله هذا مصحح هذا يعني يمكن هذه التقنية اللقاح فايزر ولقاح موديرنا يعتمد على الحمض النووي الريبوزي ولكن اللقاح أكسفورد والصيني والروسي هذي لأدينوفيروس مثل اللقاحات السابقة حق مرض حق لقاح الفينلونزا وهو نفس التقنية الحمض النووي الريبوزي هو لقاح يعني الفكرة يديدة ولكن هي يديدة على المجتمع العادي نحن كمجتمع علمي هذه الطرق العلاجية موجودة ترى من 2005 يمكن فهي يعني موجودة على الساحة فيه عليه دراسات ممكن على أدوية مش على اللقاحات من 2005 أغلب الأدوية البيولوجية اللي الآن قاعد تطلع حق علاج الالتهاب الأمعاء الرماتورزم اللي هم الهوميرا وغيرها هذي لأ من 2010 وكاننا كلنا قاعد نستخدمها فما قلنا نغير التركيب اللي بتجسم كل أنها يديدة تعتبر 2005 و2010 يعني مو قديمة بس هي موجودة وقاعد نستخدمها من 2010 وما عليها مشاكل يمكن بعد 20 سنة شوفي ماكو شي بالعالم مضمون يعني هذا بكل حياتنا ماكو شي بالعالم يعني ماكو دوة فاعل أو أمانة أمية بالأمية بس إحنا قاعد نتكلم على المميزات والعيوب أنت لما في جائحة قاعد تقتلي إلى اليوم ملايين البشر مقارنة باللقاح يمكن يكون فيه أثر ونسبتها 2 بالمئة أكيد نبي نحن نشوف لنا حل حق هذه المشكلة يمكن دكتور حتى لا تختلط الصور يمكن كمحاول لحضرتك اختلطت نوعا ما صورة فأنا أفترض أني أنا مشاهد ذكرت يعني بفيسياق حديثك فرقت ما بين الأدوية واللقاح وذكرت دواء بيولوجي شنو الفرق بين الدواء واللقاح مثلا واللقاح اللي نعرفه امتدادا لهذا ما هو قادم أمان ولا مش أمان شنو يعني اللقاح اللي نعرفه تطعيم فيروس معين حطه في جسمك عشان جسمك يفرز مناعة معينة لهذا المرض اللي أنتم سوي تطعيم عنه هل الصورة النمطية البسيطة هذه هي دقيقة علميا مراحل تصنيع اللقاح والأدوية هي نفس المراحل نفس الاشتراطات ثلاث مراحل قبل السريرية وثلاث مراحل سريرية فاللي أنا أشترطها بالدواء قاعد أشترطها باللقاح فكل الأمور اللي أنا لازم من خلالها أثبت فعالية اللقاح أو فعالية الدواء هي هي أدوية حق فيروس كورونا لا يوجد أي دواء إلى اليوم معتمد من منظمة الغذاء والدول الأمريكية لعلاج كورونا كل الأدوية هي تحت التجربة السريرية منهم اللقاح الرمد الزبير واللقاح الجديد يابول كويت اللي هو حق الحالات البسيطة اللي يمنع تفاق المرض الحين هذا علاج اللقاح هو عبارة عن وقاية يعني أنا ما أبي هذا الشخص يصاب من الأساس فيروس كورونا تقنية الحمض النووي اللي هو ريبوزي اللي هو اللقاح موديرنا ولقاح فايزر أنا العلماء لقوا تسلسل الجيني حق اللقاح حق فيروس كوفيد من ديسمبر 2019 سووا هذا التسلسل الجيني منه لقاح هذا اللقاح لما يدخل جسم الإنسان يخلي خلايا الجسم تتعلم أنها تفرز أجسام مضادة ضد الفيروس اللي هو كوفيد 19 وتكون لي أجسام مضادة وفي بعض الناس تقول احكمال تكون تكون خلايا تائية وبائية عشان تعطيني مناعة لقاح فايزر هو فيروس مضاعفينه ومركبين عليه جزء خارجي من فيروس كورونا اللي هو الاسباكي بروتين اللي هو الغشاء الخارجي اللي منه التاجي اللي يقولون التاجي اللي هو الغشاء التاجي اللي هو يلتصق بجسم الخارجي فراكم برو تأخذونه وياكم يلا معنا تفضل بك الله يسلمك فأنا أحقن فيروس خامل جسمي يشوف هذا الفيروس الخامل يتعلم عليه يكون أجسام مضادة ومنها تصري منعه نزين دكتور هذا اللقاح يعطى لمرض الكورونا يعني مريض الكورونا حتى إذا كانت حالته صعبة أول شيء هل يعطى لمرض الكورونا لا ماكو دراسات تقول أني أنا ممكن أعطي حق مريض الكورونا ولكن في بعض الدراسات أتوقع على اللقاح شركة أكسفورد أو جامعة أكسفورد تقول حتى لو الشخص أصيب بالكورونا بعد ما أخذ اللقاح يعني هو الفكرة أنه ما ينصاب في بعض الناس يمكن أجسام المضادة ما تكون كثيرة صح لو انصاب الحالات ما تكون شديدة بس بشكل عام هو وقاية وليس علاج وصل اللقاح عندنا إن شاء الله في الكويت والجهد الرسمية يمكن لا نزايد يقولون وسيلة إعلامية أكيد بيقول هالكلام لا والله إحنا نقول اللي صار بالجائحة يدلل على جهود قطاعات الدولة المختلفة لكن وصل اللقاح يعطى لمن لفئة سليمة أو لفئة مصابة هذا أولا ثانيا ما بعد أخذ اللقاح سواء لهذه الفئة أو تلك هل تغني عن الاشتراطات الصحية الكمامة التباعد وصرها الابتسامة بتجاوبني عليها أكيد الأولوية حين هذا نظام عالمي حين بريطانيا إن شاء الله بيبلشون الأسبوع هذا الأولية بتكون الكبار السن اللي هم أكثر عرضة للإصابات التفاقم المرض فتوقع بالكويت اللي سمعت من الجرائد أن وزارة الصحة بتبدي بالتطعيمات هي الكبار السن وتوقع أمهاتنا وبهاتنا أولى أن يبدو باللقاح صحيح اللي وراءهم يكونون الناس اللي عندهم أمراض مزمنة وأصحاب الصفوف الأمامية اللي أنتم منهم يعني أنتم منهم أنتم جهوتكم جبارة ما شاء الله عليكم فالصفوف الأمامية بتكون المرحلة الثانية المرحلة الثالثة بتكون حق عامة المشكلة هذا استقراء أو لتحليل طبي كم تخصص؟ هذا استقراء طبعا يعتمد أنت كم لقاح راح تتيب من كم شركة فأتوقع راح يكون فيه أكثر من لقاح موجود إحتي لو نتكلم عن لقاحات ترى أنت قاعد تقولولي بس الصيني والروسي إلى حد اليآن عندنا 69 لقاح تحت التجربة فخلال أقل من سنة وهمة مو أربعة يمكن يصنون 69 لكن إن شاء الله ما نوصل لبعد سنة ويكون فيه الوباء الآن أنا خذية اللقاح أغلب الدراسات الآن تقول للأجسام المضادة راح تطلع بعد 28 يوم من الجرعة الأولى يعني أنا أول ما أخذ أول جرعة من اللقاح أنا ما عندي أجسام مضادة يعني ما أنا أطلع على ما تتكوين حياتي عادية بس كمام لازم اشتراطات صحية ومو كل الناس راح تكون مطعمة أنا أقول أتوقع أنا تنبؤ إحنا راح نكون لابسين كمامات بما لا يقل عن سنة سنة القادمة أتوقع يعني على الأقل إجراء احترازي إحنا قلنا نتكلم على وضاء فلازم إحنا كمجتمع تكون عندنا هذه المسؤولية المجتمعية صحيح أن نحافظ على الناس ونوصل إلى بر الأمان بأسرع وقت دكتور هل من نصيحة نصيحة أخرى نقولها قبل أن نختم كلنا ملينا كل الناس ملت وأدري أن الناس تقول خلاص اللي بيصير خليصير واللي الله كاتبه خليصير إلى الآن الحل الوحيد اللي راح نشوف من خلاله وزارة الصح يحطوا لنا الحالات اليومية يانس تانس يان كيشر نشوف حالات الوفاة حالات العناية أهي بال المجتمع ككل أنا كمجتمع لمن أنا أطبق الإشتراطات أحافظ على اللي حوالي ألبس الكمام أبتعج جسديا أقل من التجمعات هذا الشيء الوحيد اللي راح يزود للمنحنة أو يقللي فياريت هنا حين نزول ياريت ما نصعد مرة ثانية لأننا في دول نزلت ورجعت أسوأ من الموجة الأولى أثناء حديثك هذه اللي ناشدتها وهذه الخريطة أمامنا من الإعلام في وزارة الصحة على الأعداد يمكننا قاعد تشوفها الآن دكتور الخانة الحمرة نبيها إن شاء الله تنزل موجودة إن شاء الله وهالأعداد هي سلوكك المجتمعي قد يكون لقاح قبل اللقاح بحذ ذاته الآن مع هالأرقام وذكرت هالرسالة الأخيرة لا تكون طبيب نفسك بمعنى دائما نقول مسؤوليتنا في مساء الخير وكل الزملاء اسمع من جهة رسمية والله الدواء هذا نفع أنا سويت الأكلة الفلانية الطقس الفلاني الطقس هنا من هو صاحب الكعب الأعلى في القضاء على كل المتحذلقين أن يعرفوا الطب ويعاجون كورونا ويقلل وزيد مناعة تعليقاً لك دكتور في وايد ناس يعني يمكن قاعد يعملون هالشيء من باب أنهما دخلاء على العلم في وايد ناس قاعد يقولون عن مساوء اللقاح وهم مش على العلم وهم مش أهل اختصاص هذا الشيء اللي قاعد يسوينا قاعد يدمر مجتمع لأنه في وايد ناس بسطة ما يدرون هذا الشخص هو محل ثقة أو مش محل ثقة أنا ممكن يعني هذا الشخص اللقاح يغير لي من تركيبة الجينية أو هو ضار أنا هني قاعد أضره ما قاعد أنفعه فياريت وأتوقع هذه جهودكم واضحة أن وزارة العلام قاعد تعمل هالحملة عشان تبين كيف أهل اختصاص يبينون مميزات اللقاح أو مميزات هذا اللي قاعد يسوي يعني الدولة ما راح تكون أكثر حرص منه لما عندنا نحن طاقم طبي ودولة يعني مثل وزارة الصحة اللي يعطي العافية قال أنا ما راح يبين لقاح إلى الكويت إلا لما يكون مار على كل التجارب مار بالمراحة وقال وللحين نحن ما يبنى ليش لأن ناطرية منظمة الغداء والدولة الأمريكية تعطينا الغضوء الأخضر واللقاح ترى خالص صالة شهر بس إحنا زيادة حرص نعم دكتور يعطيك العافية دكتور وكل الشكر للدكتور ميثم خاجة رئيس قسم علم الأدوية والعلاجيات في كل صيدة لجامعة الكويت على مشاركة معاننا في مسار خير يا كويت فاصل ونرجع لكم